أهلا بكم من جديد ننتقل إلى إقليم كشمير المضطرب حيث يتواصل قطع الإنترنت لليوم الثالث على التوالي في الإقليم الذي ألغت عنه نيوديلهي الحكم الذاتي رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي قال إن بلاده ألغت الحكم الذاتية للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم من الإرهاب وأعلن مودي في خطاب إلى الشعب الهندي إجراء انتخابات برلمانية في الإقليم المتنازع عليه مع فاكستان كما استنكر طرد صفير بلاده من إسلام أباد كأسرة واحدة لقد اتخذت والأمة بأكملها قرارا تاريخيا لقد تمت إزالة الوضع الذي حرم فيه إخواننا وأخواتنا من جامو كشمير ولاداخ من حقوقهم والتي كانت عقبة كبيرة في تنميتهم هذا جاء نتيجة لجهودنا جميعا من السياسيين الهنود السابقين وكذلك الملايين من الوطنيين لقد تحقق الحلم الآن إنها بداية حقبة جديدة في جامو وكشمير ولاداخ وفي إسلام أباد يتصاعد الغضب من الإجراءات الهندية في كشمير حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده لا تريد حربا مع جارتها الهندية لكنها سترد ردا مناسبا إذا ما أجبرتها نيو ديلهي على ذلك أزمة شائكة وأجواء مشحونة قطار الصداقة لم يعود يمر بين الهند وباكستان خط لاهور نيو ديلهي بات ضحية أخرى لأزمة كشمير المشتعلة تم تعليق حركة قطار الصداقة الواصل بين نيو ديلهي وواجاه لن يعمل سامجوتا اكس بريس ما دمت وزيرا للسكك الحديدية العالقون ركاب داهمتهم الأزمة هدايا وسلع تكدست على الأرصفة والعيد على الأبواب وهؤلاء يحزمون حقائبهم مهاجرون وعمال يرحلون عن أرض باتت عمليا تحكم مباشرة من نيو ديلهي عسكرتها الهند بعشرة آلاف جندي قطعت عنها الاتصالات والأنترنت وفرضت حظرة جوال حملات دهم واعتقالات الويل لمن يعترض تهدد بذلك الإجراءات المتخذة من السلطات الهندية بات عدد العساكر في الشوارع يفوق عدد السكان في الإقليم المكتذ أكبر سجن في العالم هكذا هو توصيف وزارة الداخلية الباكستانية للوضع في كشمير بنادق مصوبة رصاصها إن انطلق قد يشعل حربا ثالثة حول الإقليم المتنازع عليها مخاوف تستشعرها الولايات المتحدة ودول أوروبية دعت إلى التهدئة ولكل مبرراته الهند تعتبر المسألة الداخلية لا شأن لباكستان بها مجرد تعديل في الدستور الهندي وهنا تتحدث يدلهي عن إلغاء مادة دستورية سمحت بحكم ذاتي في إقليم كشمير منذ سبعينات القرن الماضي وإسلام باد على الأعصاب غضبها يتراكم ألمها يكبر بينما خائراتها محدودة التصعيد الأسكري مع جارة نووية مقامرة فالهند لم تعد كما كانت في السابق تمددت في العالم تجاريا تقوت دبلوماسيا وتفوقت تكنولوجيا وعسكريا باكستان تدرس القيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع الخيار العسكري ليس واردا في حساباتنا سجالات وحرب كلامية باكستان طردت السفير الهندي تهدد وتتوعد أما الهند فيبدو أنها أكثر واقعية هذه المرة وضعت يدها عسكريا وسياسيا على الإقليم المتنازع عليه بموجب تقسيم إداري جديد ضمته إلى باقي التراب الهندي كشمير الجنة على وجه الأرض هكذا يصفها أهلها باتت بين نيران جارتين مدججتين بالسلاح والجحيم النووي لا ينقصهما وينضم إلينا من إسلامباد جاويد حفير السفير السابق أستاذ جاويد يعني كم مرة اشتد التوتر بين الهند وباكستان بسبب كشمير واشتد إلى درجة كدنا أن نعتقد أن الحرب ستقع ولكنها لم تقع هل هذه المرة ستكون مختلفة؟ طبعا هذه القضية هي نرى منذ سبعين عاما منذ سبعين عاما منذ سبعين عندما أنشت باكستان وقضية كديمة جدا مثل قضية فلسطين وطبعا نشت عدة هروب في خمسة وستين في واحدة سبعين وبعدين في تسا وتسين بسبب هذه القضية وهذه القضية موجودة لدى أم المتحدة وهناك قرارات أممية بهذا الشان هناك تأهدات بين باكستان والهند والهند انفردت بقرار الأخير بإلغاء الهكم الزاتي وهذا هو انتهاكا لقرارات الدولية وشرعية الدولية طيب هل تعتبر أن هذا هو العامل الرئيسي القطرة التي ستفيض الكأس بالفعل؟ صحيح هذا هو قرار غير قانوني لأنه هي متناقدة تماما لجميع القرارات الدولية وشرعية الدولية وهناك شعور بخيبة الأمل شديد في كشمير وفي پاكستان وكشمير أصبحت كأنه معسكر هندي هناك وجود عسكري كبير للهند في هذه البلايا وطبعا القرار اتخذ بدون أي تشاور مع الزومة الكشميريين وبهذا السبب هناك شعور بالسخط كبير وخيبة الأمل شديد بين الكشميريين المقهورين ولكن لا نريد أن نتفادي الحرب لأن الحرب النووي بهذا السبب ستعتي بخسائر كبيرة ليست على الهند وباكستان فقط تقصد أن بإمكان الهند وباكستان إن وقعت بالفعل هذه الحرب أن لا يخوضا حربا تقليدية وأنهما سيعمدان إلى استعمال سلاح راضع كالسلاح النووي ألي هذا الحد؟ لا نحن لا نريد هذا السلاح النووي لا نريد أن نستعملها أبدا نحن سنستخدم جميع الخيارات متوفرة لدينا كخيار الدبلوماسي خيار السياسي سنرسل الوفود إلى واسم العالم سنرسل سنلجأ إلى الأم المتهدى هناك من يقول في نفس الوقت في نفس الوقت استمعنا إلى هذه التدليلات لكن هناك من يقول أن الهند وباكستان تثيران هذه الحرب المحتملة لأسباب تتعلق بتسويق شيء ما للتنفيس عن الجبهات الداخلية هنا وهناك لا الهند هي التي خلقت هذه المشكلة وباكستان هي ترده لأن البارهة أخذت حكومة الباكستانية قرارا بترد سفير الهندي من إسلامها بعد وهو الرسالة إلى شعب الكشميري أن باكستان تقف مع شعب الكشميري يد بيد كتف بكتف وأنها تدعم هذه القضية لشعب الكشميري وحقه في تقرير المسير نعم لأن هذا أيضا جزء من الخطاب الذي تمارسه القوى السياسية في باكستان كشمير هو كالقضية الفلسطينية في تصورها لذا لا بد وهذا منطقي أن تسارع الحكومة الباكستانية إلى إبداء مساندتها لإقليم كشمير صحيح هذه ضرورة ملحة وشعب الكشميري المقهور يستهق بجدارة كل الدعم ليس فقط من باكستان بل من كل الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي لأنه هذه قضية قانونية وقضية حقوق الإنسان الحقوق الإنسان هي الهند هناك قمع شديد في كشمير وهناك كأنه أصبح معسكرا ثكنة عسكرية للهند في كشمير جاويد حفيظ السفير السابق حدثتنا من إسلامباد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة